السلام عليكم ومرحبا بكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة يا رب وان شاء الله على فيديو هذي تلقاكم كامل في احسن الاحوال نرحب بكم ونرحبوا بجدد لتحقوا القناة قولكم نورتونا وشرفتونا ومرحبا بكم معانا أخيتي وخوتي وشراكم وش حوالكم ان شاء الله تكونوا كامل لابس وبصحتكم ومهن يد يا ربي اليوم الحمد لله يا ربي كنت صباح افتحت التقالق تشتطاحت الحمد لله يا ربي شحل فرحت واحد النسمة واحد البرودة والله غير توحشناها ان شاء الله ربي كثرها على كامل الولايات المهم يا لبنات شاركت معكم هذا الروتين الصباحي صباحة الجمعة ان شاء الله يعجبكم وما تنسوا شخياتي تشجعوني بجامعة الفيديو وخلوا لي التعليقات التعكم كما تعرفوني مع صبح لبنات يعني خاصة بالجمعة نحب ندير فطيرة لوليداتي اليوم رح ندير لكم هذ الفطيرة بالفارينة الكاملة تتبا حكذا يا وهي جد جد صحية يخدموا بها حتى الحلويات وكامل انواع الخبز يا البنات يعني عمركم ما تصيروا هذ الفارينة خياتي تتبا حكذا يا بالكيلو ولا شكارة خمسة وعشرين ولا حتى بالميزان تلقوا فيها انخالة خياتي هذيك راهي بزاف سحية خاصة اللي عندهم المصران كما تعرفوني في عدة يعني فيديوهات انا كنت دائما حتى كنت نشري الفارينة العادية نشري انخالة يعني من عند الرحاء اللي يرحي القمح وشعير نشري ولا تشري لأم بتاعي نشيزو شكيلي وثلاثة كيلون جيب كمية لبس بها كندير الفارينة واحدها نخلط معها نصف كيلة تاع انخالة يعني يجي بزاف ماذاق هايل هايل يا البنات شتش حان الوحدات تصيرها ما تصيروهاش لبنات هذي فارينة كاملة يعني راهي جيد سحية وهذي كنخالة راهي سحية 100% هنالبنات اليوم ما هندير بها فطيرة هنشربوا بها قهوة درت كيلوغرام فارينة كاملة ودرت كيس خاميرات الحلويات ملعقة ولا ملعقة والنصف صغيرة ملح وملعقة سكر وكاس زيت الزيتون ونبسس ملح ملح اما بالنسبة لزيت الزيتون لما ما عندهاش بزاف ولا اللي ما عندهاش بزاف ولا اللي ما تحبهاش يعني من الاحسن ديرو نصف نصف ولا ديرو كاس زيت المائدة لكن من الاحسن بما انه هي فارينة صحية كملوها بزيت الزيتون ولي ولدها ما يحبوش زيت الزيتون خلطو ما تقولو له مش خلطو نصف نصف نحن 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 نسيب الى ريحة الزيتون الزيتون هذه الزيتون تحت ريحة قوية هنا بعد ما بسست قدرت كاس ونصف تاع الماء وبديت اللمف الفارينة تاعي هنا حبيباتي تعرفوني بل انا ننوذ بالجمعة بكري حتى في الايام العادية لكن للأسف شديد اليوم وصلنا خبر انه عم الزوج تاعي توفى ربي يرحمه وربي يصبر العائلة تاعه وان شاء الله يكون من اهل الجنة وان شاء الله ربي يرحم جميع موتى المسلمين بلا ما ننسى ايضا ان عزي مشتركة وحبيبتي توفى الجدد تاعها واليوم الثلاثيام ربي يرحموا يعني اللي كانت قالت لكم ادعو لي جدي برا ولا هو مات ربي يرحمهم كامل ادعو لهم ربي يرحمهم لبنات في التعليقات يعني خاصة ان رانا في وقت انه الجنازة ولا الناس تدخلوا تخرج ماشي كما بكري كامل ولا ويخافوا الكورونا حتى انه ماشي يعني توفى بالكورونا ولا لكن الناس ولا تتخافوا ربي يرحموا الله غير يعني خبرتها علينا يعني كسا عيقة للأسف هذا عم زوج تاعي الآن يعني توفى شيخي الله يرحمه قبله وهذا عم الواحد ابقات عم توربي طول في عمرها ان شاء الله يا ربي عم الواحد توفى اليوم ربي يرحمه ان شاء الله يعني والله غير الحزن جديد 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 للأسف دائم ربي سبحانه ويدوموا الفعال تاع الانسان خياتي الفعال تاع الانسان قبلكم منين ذاك نلقى ناسك ربي يرحم شيخي شوفوا نحكي لكم خياتي عمري مشت انسان ولا شيخ يعني نقصد شيخي يعني شيخي يعني شيخي اب زوج تاعي احن انسان في الدنيا قاسة من بله ياخيتي تخيلوا باللي توفى اكثر من عشر سنوات يعني قبل ما ينزادوا ليدي انس محضر لهش لكن كان اطيب انسان الناس لحد الان تلمو كان انسان طيب وماربحش لعب للناس تأمنوا تخيلوا انسان مات من اكثر من عشر سنوات يعني الانسان كي يكون انسان طيب ما يديرش الشر وما يديرش الفتنة وما يصرقش وما يكذبش وما يقذيش الناس وتكون شوفوا الكامل ولله سبحانه ماكاش اللي راهه كامل ماكاش اللي راهه كامل في هذا الدنيا الكامل ولله كامل نغلطه كامل نظلمه كامل نأذيه بالصح هذيك الاذيه القليلة يعني الخفيفة ماشي كما الاذيه الكبيرة الانسان كي يأذي انسان ويطلب منه اسماح هذك هو الصح انسان كي يكون محبوب ما بين الناس حتى كي يتوفى يبقى والناس بعد سنين طويلة يذكروه بالخير يترحموا عليه ويصدقوا عليه ويقولوا ايه هذك الناس كالناس ملاح ربي يرحموا يعني الرحمة تبقى تبع فيه ولو سنين طويلة لكن الانسان اللي يدير الشر ويأذي الناس ويدير المنكر الناس تدعي عليه ويعني تأمنوني واحد المرة ما عندهش بزاف كون طلع على الجبل كانوا يحضروا على الانسان تأمنوا تلموا دار الشر في العباد كانوا لغم انه مات هذك الانسان كانوا يقولوا لا يرحموا والله ما نسمحوا له دار الشر أنا بتصديق ويقعد من القيادة يقولون لي نقيا بالأخطاء الصغيرة ويقوموا بها وقوموا بتتالي اول شرع Living هنا لم نقوموا بأن ذلك المنكر كون طعبين كانت الكهرباء في عمرها ويقوموا بتتالي مرة أكثر بفلق ايضا الايضا ايضا انا كانت قتلية أسماء ويقود كشهجات سمحيلي وطلبت من ارجحتي الحجين من الزوج الداعي و تتفكر و ادد كاش واحد تطلب منه سماح قبل ما تروح بي تربيه حتى وش قايت لي قادي بلي كان تحوس على واحد قادي واحد كان صغير تفلت عليه قادي كنا اطفال صغار 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 ما نعف خمسة سنين ولا عشرة سنين قاعد في قلبها انه يعني بسقط عليها يعني كنت تعرفوا وش ما عندها حابة تطلب منه سماح تحوس طلب منه سماح قبل ما تروح تدير حجة تخيلوا يعني النس اللي ينقية في حياتها يعني الناس اللي عندها تقنيب الضامير اهنا تعرفوا باللي الواحد كي حبي يخلي دني تونقية باه الواحد كي يتوفى الناس تتذكروا بالخير قليل قليل لي يفكر في هذا السوالح قليل بصح لكن انا اللي شفته في شيخي الله يرحمه الناس لحدي الان حتى انا يعني عمروا مقسني بكل ما رغم اني كنت عرصته لاني عمروا مأذاني حتى من خزرة عينه يعني لحد الان رغم انه فيت عشر سين ملي توفى الشيخي لكن كي نتفكر ونحب نبكي يعني نترحم عليه كل وقت كل وقت حب كامل كامل يترحموا عليه يعني لانه خلا بلاستون قرية في الدنيا جنازته ما يكشبه لك جنازه كيمال جنازه تعشيخي الناس تتفكرها لحد الان يقولوا لي جنازه شيخك جنازه شيخك سبحان الله يعني الانسان كي يكون مليح الناس تتفكروا لانه ها الدنيا ها ندو منها خياتي والله ما ندو منها وعلو يا ساعدوا يا اللي دار الخير في الدنيا ويا ساعدوا لي ما أذاش الناس كينضوك ها ناس انتو ما تقعدوا في دياركم ناس يأذوكم ولو بالليسان يديروا عليكم إشاعات يديروا يديروا اقاويل يأذوكم يسترقوكم يكلوا مالكم بسرح ينسوا باللي الموت تخطف الموت تخطف أربية رحمة جميع اللي ماتوا ان شاء الله ادعو لهم خياتي دعو العم زوجتاعي كين كين يشوفني والله يا خياتي كان كين يشوفني يفرح 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 كونت تفكى سبحان الله هنها لي جبت سجر زيتون طلعتهم له كاش نها نروح نسور لكم ان شاء الله احتمات غرصهم لي وتهلالي فيهم ومنا ومنا قلت له قلت له انت يدي غرص عطيت له خمسة قلت له ما عليش انت حبيت دي ثلاثة عطي لي زوج ولا انا دي ثلاثة انت سبحان الله ربي رحمه ربي رحمه ربي رحمه ربي رحمه ربي رحمه رح يبقوا هذوك سجر صداقة جارية عليها ان شاء الله يا ربي هذا موقف تفكرته هذا ما كان خياتي المهم ربي رحم جميع موتى المسلمين هنها يا لبنات بعد ما طيط الافطيرة تاعي راني نشر في قهوتي هذو لبنات هذي الباطة فيتامين الدال كنشرها لزوجتا عيب بما انه وليت هكا نحس نحب نرقد بزاف ولا غير نحس روح يبلي تنفشلو نعيا نقول لتجيب لي فيتامين دال ولا فيتامين سي البارح مشتركة خلت لي فيتالي قد له اسمه وليت نرقد بزاف ونعيا بزبز ونفشل قد تلعب شربي فيتامين الدال ولا فيتامين سي ولا ايضا كل الاكل الصحي لانه الجسم كي حكم العليم يعني فوقر الدم توليت فشلي متقدشته وقفي دوخي كل الاكل الصحي كل الاعداس كل السلق كل الخبيس كله كما هذا يعني الفارينة الكاملة اللي فيها نخالة يعني بكين بزاف الاكل الصحي يعني كما ذوق الجاج ثم تقولوا بلي جاج اكل صحي ما هوش اكل صحي او كارتون بالعكس لكاره اصلا الجاج فيها المرض المهم خياتي لانا بعد ما نحقنا الخبار لبنات انا تم تم نطس واشتاعي تم تم خرج وانا تم تم تحزمت وصناعت حلوة الطابع باش ما نروح بيد بيدي يا فرغين على بالي بلي بلي عجزتي وليوساتي يكونوا كامل متفرفشين على خاطر الجنازة يعني في دار وحدة يعني بب بناتهم هذا ما كان يعني يعني ساكنين في دار وحدة على بالي يكونوا ما عندهم مش الوقت وما داروا ولو ما وجدوشو كامل اديت مع حلوة الطابع صداقة جارية على عم زوجتي وعلى شي خير بيرحمهم ان شاء الله هنا يا البنات درت الحلوة تاعي بنتي ناظتها رفض في الفراش وكامل وانا هنا يا يد من ويد من نغسل في الفناجل اه ونوز تولادي وهذا هو البنات الفيديو عن نهار اليوم هذه هي الحلوة تاعي ما درت لهاش شباح بما انه راح يعني كسداقة درت لها غير السكر حبيباتي نقولكم اه تهلا الله وفير وحدكم ان شاء الله نتلاقاو في سبيل ساعدت الخير واربي خليلكم صحيحتكم ان شاء الله وان شاء الله تلقاو في فيديو اخر سلام نحبكم بزاف